وشارطاً ومعانا وبنوارنا في الستوديو الحقيقة دعاء وهي متخصصة في فن الكروشي زي ما احنا شايفين الوان مشركة وكلها برايد وشايفين كمان عهود وهي متخصصة في الاكسسوارات كلها اكسسوريز اكتر من رقيعة هنتعرف عليكم انتو الاثنين نشوف الاول دعاء بدأتي مشوارك ازاي انا بصراحة يعني من وانا صغيرة خالص ماما كانت تشتغل كروشي بتشتغل حاجة كتير جداً كروشي وإتمين كنت دايماً بشوف المنتجات بتاعتها كده بحيث ان ازاي عملت كده ازاي طلعت حاجة حلوة كده من ولا حاجة فما جاتلي فرصة حاولت ان انا تعلم وكده تعلمت في المدرسة وبدأت ان انا اطور يعني اشوف الطائية بتتعمل ازاي لك لوك سغان بتتعمل ازاي حاولت ان انا اطور من الحاجة والناس كانت تشوف حاجتي كان برضو معجبين جداً بالحاجة هل شاركتي في معارض يا دعاء؟ او شاركت في معارض بتاع وزارتي الشباب المعارض ده حلو جداً يعني كان اول معارض ده شارك فيه وكانت تجربتي فيه حلوة جداً جميل جداً احنا عايزين عشان وقتنا نتكلم سريعاً عن المنتجات ومنها المنتجات اللي معايا طبعاً دي حاجة جميلة اوي عايزك يتعرفيني والكاميرا تجيبها يا ريد انتي عملتها ازاي السغنونة دي لك لوك سغنن اوه ده لك لوك سغنن طفلة صغيرة جداً الخيط بتاعته اسمه خيط جانجا يعني اللي بيبقى داخل فيه كذا لون الخيط نفسه بيبقى داخل فيه كذا لون عاملية طبعاً لسن معين بيبي صغير معمول بصوف بيبقى معالج لبشرة الاطفال علشان ما يتحسسوش من الصوف وكده اينا انا ملاحظة ان الالوان بتاعتك كلها الوان جميلة وكلها الوان برايت والوان فتحة بتختاري الالوان ازاي وتختاري التصميمات بناها على ايه هي التصميمات بصراحة انا يعني يعني كل هند ميد بيبقى حسب بيبقى شبه صاحبه يعني كل واحد بيختار الهند ميد على حسب شخصيته وانا بحبه عمتلاً الالوان البرايت الالوان البينكات والحاجات اللي يتناسب الاطفال هو احنا حاجة كمان انا شايفة انت مش بس تخصصتي في المفارش انت كمان عاملة شونط ودي الاول مرة الحقيقة بتكون جزابة جداً احنا شايفين فيها لولي وشايفين فيها حتى فيها اكساسوريز جميلة لسن طبعاً هنتكلم عن الجزء الاكسسورات ده حاجة تانية بس انا شايفة ازاي جبتي التصميمات دي كلها حد بيطلبها منك؟ اه طبعاً اصلاً يعني الكروشي عمتلاً الهند ميد يعني اي حد يقدر يطلب اي حاجة على حسب اللي هو عايزه وكده وطبعاً يعني دلوقتي الكروشي دخل فيه خامات كتير يعني لو بصي هتلاقي كل خامة غير الخامة التانية كل عقدة غير العقدة التانية اه طبعاً يعني عقد لمتنهية عقد كتير جداً ودايماً بتتطور ودايماً يعني كل ما ده بنلاقي غرزة جديدة نزلت بنتعلمها ببقى فيه دايماً تطور فيه يعني هايلة اه مثلاً الشنطة الاولانية دي شنطة من خيط اسمه خط الكتين موضة جداً اه طلع فعلاً تريندي جداً والشنطة اللي بعدها ده خط اسمه خط كليم هو يعني هو خامة تي شيرت كده شوية خط بيموت شوية وهو موضة كمان لولي قوي فيها اه في الشنطة الصغيرة دي دي حاجة كده اسمها مربعات جريني ده نوع من يريت الكاميرا تجيبها كده المربعات اسمها مربعات جريني اسمها مربعات جريني جميل هاخد بقى عهود سريعاً اه عايزة اعرف يا عهود الحاجات الجميلة دي عملتها ازاي ودخلتي المجال ده ازاي اه هو انا اصلاً دراستي كان جزء منها في التربية فنية اه اي خامة بناخدها بنتعلم منها جزء في الاكسسور اه برافو عليك فحاجة زي دي تاخد منك وقت قد ايه وبتعمليها بناء عليها احنا شايفين حلقان كتير جداً شكلها طحفة والالوان كمان زي ما قلت اللي هي لدعاء برضو نفس الحكاية بنختارة الوان جميلة جداً واحلى حاجة فيها ان هي بتتميز بالطبع المصري عايزة اعرف حاجات زي دي تاخد منك وقت قد ايه يعني مثلاً الحلاء الابيض ده بياخد مني مثلاً ساعة اه ساعة بس؟ اوه رفو عليك والاخدر؟ الاخدر ده شغله كتير ممكن ياخد مثلاً ساعة ونصف ساعتين كده اوكي والتحت ده كبير شوية الحاجات الكبيرة دي بتاخد وقت قد ايه اه لا يعني اللي هو السيمون ده بياخد وقت مثلاً نصف ساعة ربا بقى سرعيدي في وقتها بتبقى ايه بس هو في العادي يعني بياخدوا شغل كتير اه انا شايف الحقيقة ان انتي كمان التصميمات غريبة وجديدة لأول مرة بشوف الحاجات الشبابية الجميلة دي تابعك برضو صح كده؟ اه طيب احنا هنشوف بقى العلبة دي فيها ده نحيس اه اوكي العلبة دي الحقيقة وياريت الكاميرا تجيبها كده كلها نحاس انتي اللي عاملاها عهود اللي عاملاها وطحف الحقيقة نشوف بقى اللي جواها ده عبر عن ايه اه هو فيه اول حاجة هان ميت اه اوكي الله طحفة طحفة جد ضفو عليك وفيه كمان انتي بيستخدمها للأحجار الكريمة اللي هو زي الأخضر صح كده؟ ايه الأخضر والموف والحاجات دي كلها صح كده؟ الحقيقة يعني فيه تحت بقى بويسلتس بويسلتس سريعا لانه وقتنا خلاص بينتين معاكم بس كان ليه ودي كلها بالنحاس برضو نشوفها مع مع الكاميرا وبرضو مسخدمة فيها اه الاحجار الكريمة ايه الحقيقة انتي اكتر من رائعة وحاجاتي جميلة جدا وانتو لتين حاجاتكم جميلة جدا الحقيقة بس احنا لازم نرجع معاكم مرة تانية ببنامج إرادة مصرية لانه مش هينفع انه كل الوقت يسيع الحاجات الجميلة دي وهنا تعرف عليكم اكتر من كده في حلقات جاية ان شاء الله من بنامج إرادة مصرية انا بشكركم جدا وبكده يكون انتهت معنا حلقتنا معاكم بسرعة جدا الحقيقة مش هدينا بكده تكون خلصة حلقتنا مع ضيوفنا الاعزاء ضيوف اكتر من عين وعندهم افكار كتيرة جدا واحلى حاجة ان هما ما اعتمدوش على الوظيفة التقليدية هما اعتمدوا على المشاريع الصغيرة اللي فعلا نهضوا بيها عشان ينفعوا انفسهم وينفعوا البلد في نفس الوقت بكده تكون حلقتنا خلصت معاكم بسرعة بكرة ان شاء الله اصر جديدة وحلقة جديدة اشوفكم دائما على خير بازن الله